موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة النهاردة تحت رعية شركة ايكوتي جلوبال ماركتز هيكون معيكم اماني رشيد محللة فنية في مجموعة ايكوتي ان شاء الله المحاضرة النهاردة هنتكلم فيها عن مؤشر الكورة النسبية مع تطبيق عملي على الشورت والرسم البياني ومعرفة ازاي نقدر نستفيد من المؤشر الكورة النسبية في عمليات التداول ازاي نقدر نحقق ربح وخسارة نستخدمه في ان احنا نحقق ربح خلال التداول ليه طرق كتير جدا هنستعرضها النهاردة مع بعض مع تطبيق عملي على الرسم البياني طيب في البداية لو حبينا نعرف نبزة عن مؤشر الكورة النسبية هنقول ان هو بيتصنف من مؤشرات السخم بيقوم بمقارنة احجام الصعود والهبوط الاخيرة خلال فترات زمنية معينة عشان نقدر نقيس سرعة ومدى تغير تحركات الاسعار وبالتالي نقدر نحدد قوة الاتجاه الحالي او قوة الحركة الحالية بيرجع اصل المؤشر ده للعالم الرياضة والمتداول في الاسواق المالية ويلس ويلدر سنة 1978 كان ميستر ويلدر كان عنده مشاكل كبيرة جدا بتتلخص في انه ده كان دايما او في اغلب الاوقات بيفشل في تحديد افضل مكان للدخول في الصفاقات سواء بيع سواء شراء ومدى قوة الاتجاه اللي بيمشي فيه استعر في الوقت الحالي يعني كان زيه زي كثير من المتداولين بيبقى الاتجاه يعني يبقى الاتجاه العام اتجاه صعاد ولما يدخل مثلا صفقة شبا مع الاتجاه المفروض ان هو الاتجاه العام الصفقة بتاعته بتخسر بتوصل للستوبلوس وده بسبب عامل مهم جدا وهو التوقيد زي ما قلنا طول المحاضرات اللي فاتت وهنفضل نقول ان اكتر العوامل اللي بتأثر في الصفقة بتاعتنا سواء بالربح او الخسارة هو موعد دخول للصفقة التوقيد يعني ممكن مثلا الواحد دي تقول في توقيد غلط يكون التوقيد ده معاه التصحيح حركة السعب بتمشي عكس الاتجاه اللي احنا عارفين ان دايما الاتجاه طولة كلما السعب يمشي في التجاه بييجي فترة وبيصحح فهو ممكن يكون مثلا الاتجاه العام عندي اتجاه صعاد وعلى الرغم من كده بييجي في وقت السعب يصحح فهو يدخل في السعب الوقت بتاع التصحيح ده فيقضي ان هو يخسر الصفقة بتاعته وبالتالي بعد ما الصفقة بتخسر بتبتزي ترجع بقى التصحيح بيخلص ويبتزي يرجع للاتجاه العام بتاعه لما والده لقى المشكلة دايما بتواجهه ابتدى يهتم ازاي يقدر يعرف مناطق زورة البيع والشراء يعني مناطق التشبه اللي هو خلاص كده بيوصل لمرحلة زورة البيع ان هو اقصى مراحل الهبوط ويبتزي السعر بينعكس او حتى يعمل تصحيح وزورة البيع والشراء وكوة الاتجاه الحي اتكلم عن المؤشر ده بالتفصيل في كتابه بانوان مفاهيم جديدة في نظام التداول الاتجاه ده كان بسرعة ايه هو المؤشر وايه اللي كان سبب في ان المؤشر ده يعني مين اللي سعى ان هو يعمل المؤشر ده ويطوره ويتكلم عنه ده ده اللي احنا اتكلمنا عنه دلوقتي قبل ما نكمل كله معي ممكن لو كلكم معي تدوسوا واقم واحد ممكن لو سمعيني كلكم كويس دوسوا واقم واحد عشان نكمل تمام نكمل طيب احنا بس كل اللي احنا بنتكلم فيه ده مقدمة بسيطة عن مؤشر كورة النسبية قبل ما نروح نبتدي نطبق عملي طيب هنتنين دلوقتي على استخدامات مؤشر كورة النسبية مؤشر كورة النسبية او ال RSI ليه كذا استخدام عشان كده هو من افرز المؤشرات شيوعا يعني فيه ناس كتير جدا بتستخدمها مش بس بيوضح قوة زورة البيع وزورة الشراء وان احنا نستخدمه كمؤشر زخم لا ده فيه كمان ده استخدمات كثيرة زي ما هنوضحها مع بعض اول حاجة او اول نقطة ان هو بيساعدنا ان احنا يعني نستخدمه عشان نحدد مناظق التشبع الشراء والبيع كمان نقدر نستخدمه ان احنا يدعم الاتجاه الحالي يعني مثلا ده الاتجاه عندي صعد هنشوف دلوقتي سما نطبق عملي هنشوف الاتجاه عندي ازاي اتأكد ان ال RSI برضو بيدعم الاتجاه الصعد ده مش بيهو بيبقى مؤشر ماشي في عكس الاتجاه لا ده كمان مثلا لو اتجاه هابط عندي فانا ممكن استخدم مؤشر كورة النسبية ده عشان ااكد ان الاتجاه عندي هابط وهيفضل هابط لفترة تمام؟ ممكن كمان نستخدمه فيه ناس بتستخدم المؤشر ال RSI كدعوم ومكاومات زي مثلا دعوم ومكاومات على حركة السعر بيجي مع الدعوم دي بتتزامن مع مستويات الدعم ومكاومات في مؤشر الكورة النسبية ممكن نستخدم مؤشر الكورة النسبية كدعوم ومكاومات وبردو هنشوفها مع بعض ازاي نقدر نترجم المؤشر مش بس ان هو بيدعم الاتجاه او بيمشي مع الاتجاه العام لا ده هو كمان ممكن نستخدمه كدعم ومكاومة يبقى مناطق كويسة للشبا والبيع كمان ممكن بنضيف مستويات ماشي دي بتساعدنا يعني مش بس ان يعني مثلا عندي هو اللي هنشوف دلوقتي ان الشكل بتاعه اتنين بس خطين بيبقى مكتوب مرسوم عندنا خطين اللي هو السبعين مستوى سبعين ومستوى الشي اللي احنا كمان هنلاقي ان هو ممكن نضيف كمان مستويات ومستويات دي تساعدنا ان احنا نعمل يعني هو ايه نساعدنا مثلا نحدد حركة السعر التجاه العام نساعدنا ان احنا نستخدمها كدعمة ومكاومة وهكذا فيه كمان استخدام شائع جدا وان البعض اصلا يعني مؤشر كوه النسبية فيه ناس بتستخدمه بس عشان توضح الانفراجات والديفرجنز اللي هي توقع لان هي كاس السعر المبكر فيعني مؤشر القرص صعيم من المؤشرات المهمة جدا اللي الناس بتستخدمها عشان توضح الانفراجات والديفرجنز تمام؟ دي كانت ابرز استخداماته طيب فيه حاجة اخيرة وده حاجة بسرعة جدا قبل ما نفتح الشارد ان هو ازاي بنحسب مؤشر كوه النسبية هنلاقي هنا ان المعادلة بتاعت المؤشر ده ان بيقول لك ان الرس اي بيساوي 100-100 على 1 plus rs وهو متوسط فترات الصعود في فترة زمنية معينة او فترات الهبوط في فترة زمنية معينة مش محتاجين ندخل بالتفصيل في المعادلة لان اي متا تريدر اي منصة تداول بتحسب المؤشر تركائي او لما بندوس على المؤشر بيظهر لنا هو بيحسبها هو سواء بقى نستخدمه على الاطار الدقيقة على الخمس دقايق على الساعة على اليوم على الشهر وهكذا هو بيتحسب عندنا بشكل تركو تمام طيب هو في حد الوقت عنده استفصال قبل ما نبتزي نطبق عملي مع بعض في حد عنده استفصال او عايزني مسلا نأكد على مفهوم الرس اي او هو ايه الرس اي قبل ما نبتزي نبتزي نطبق على الشرط بشكل عملي في حد عنده استفصال لو ما فيش طيب تمام اه يا بيت على طول وقم واحد عشان يبقى موضوع سبيع طبعا لو في مشكلة زي ما قلنا في الصوت ندوسها قم اتنين علشان نقف نشوف فين المشكلة تمام نكتمل طبعا طبعا دا شكل الميتاتفيدو عندنا تمام لو جينا هنا فتحنا الشرطة عندي مثلا فتحت هنا اليوم دولار تمام بنضيف مؤشر كوة النسبية او الاور اس اي ازاي طبعا عندي هنا في النافجيتور ندوس على الانديكيتور ندوس على المؤشرات وبعد نختار مؤشرات الزغل هنلاقي عندنا relative strength index ده هو الرس اي ده اختصار relative strength index ده الاختصار بتاع الرس اي ادوسنا عليه double click ماشي هيطلع لنا ده الفاترة بتاعتها 14 نخليها زي ما هي على الحساب على سعر الاخلاق تمام في عندي هنا هنلاقي المستويات في 30 و 70 ده اللي هو الاساسي ماشي عايزين ننضيف مؤشرات عن برضو هنقولي ازاي ننضيف مؤشرات وانهي time frame عايزين نظهر عليه في ناس بتفضل مثلا time frame انا مثلا عايز المؤشر يظهر على الدقيقة بس يروح دايس هنا ويروح دايس على الدقيقة طيب فيه ناس لا عايزة تظهر على كله على كل frame rate ماشي خلاص يبقى all time frame وبعدها ندوس اوكي اول ما ندوس اوكي هيطلع لنا الشكل ده المؤشر عندنا هيبان تحت بيتكون من مستويات اول مستوى تحت اللي هو مستوى الصف فوقي شوية بعد كده المستوى التلاتين بعد كده السبعين وفي الاخر مستوى المية طيب لو عايزين نضيف مؤشر زي ما وعايزين نضيف مستوى زي ما قلنا بندوس كلاك يمين بعد كده ندخل على البربرتس بعد كده بنختار نعمل add ونضيف انا هنا عايزة اضيف ان هذا مستوى 50 ويدوس اوكي كده انا ظهر عندي تلات مستويات بعيدا بخلاف المستوى الصف والمية اللي هو الاول والاخر والمؤشر فيه عندي تلات مستويات اللي هي التلاتين والسبعين والخمسين تمام؟ مستوى الخمسين ده يعني شايفان ان هو بيبقى مستوى مهم جدا انا دايما اولا ما بحب استخدم مؤشر الرس اي بحب اضيف عليه مؤشر الخمسين لمستوى الخمسين لان ده بيساعدني جدا بحاجات كتير زي ما هنوضح دلوقتي مع بعض تمام ازاي بان طبق عملي على الرس اي احنا زي ما قلنا الرس اي مستوى ان احنا مش زي بقيت مؤشرات الزخم ان هو بيستخدم لتحديد مناطق التشبه والشرار والباية بس لا ده استخدمات كتيرة جدا بس هو اكتر حاجة يعني معروفة عنه بما انه مؤشر الزخم فهو اكتر حاجة معروفة عنه ان هو بيحدد مناطق زرورة البيع والشرار والتشبه الشرائي والبيعي لو جينا هنا بصينا مثلا على اول مثال عندي على الاسترالي كندي طيب في عندنا بقى لو بصينا هنلاقي مثلا هنا نعرف منين ان هناك تشبه شرائي او تشبه بيعي التشبه البيعي ان السعر الخط اللي تحت بيعمل كا ماشي اسفل المستوى اللي هو مستوى 30 يعني لو جي السعر عمل كا تحت مستوى 30 يبقى انا كده عندي تشبه بيعي يبقى انا لو داخل في صفقة التشبه خلاص بيقول اكمل فيها ده فيه تشبه بيعي يعني من الافضل ان انت تدخل شرائي ماشي طيب لو الاتجاه عندي هابط لكن حصل تشبه بيعي هل معنى كده انا انا ادخل شرائي لا ده بيقولك ان حصل لو في التشبه بيعي وعندي الاتجاه هابط يبقى الافضل ان انا مدخلش شرائي بس لو انا داخل بيع اخرج من الصفقة بتاعتي اللي موجودة دلوقت يعني هو ده اهمية المؤشر اللي احنا مناطق التشبه الشرائي والبيعي طيب العكس لو انا عندي تشبه شرائي يعني ان النسبة المؤولية بتعمل اه كمه على المستوي 70 زي ما احنا شايفين هنا ده عندي تشبه أيضا تشبه شرائي معلش تبا Jade التشبه الشرائي عندي حلين لو تشبه الشرائي جى مشي فهو بيقول لك خلي بيلك ادخل صفقة بيع ده لو كان الاتجاه عندي ادخل صفقة بيع وضهر التشبه الشرائي يبقى ادخل صفقة بيع يبقى دي حاجة بتدعم الهبوط او بتدعم التبوجة طيب عندي دلوقتي لو كانت مثلا ان اتجاه عام صعد بس حصل تشبع شرائي يبقى هل معنى كده ان انا ادخل عكس الاتجاه يعني عندي اتجاه صعد وحصل تشبع شرائي ماشي اكيد السعر هيتوجع بس هل انا ضامن كمتداول ان السعر فترة التصحيح يعني ان السعر دلوقتي هيعمل تصحيح طيب التصحيح ده تستميح لحد دايما خلي الاتجاه هو ايه يعني صاحبك هو هو اللي مشي معاك انت امشي معا لاتجاه العين تمام فعندي مثلا انت شبع شرائي لو ظهر في اتجاه صعد لا يبقى انا بليش ادخل ادخل مثلا شرائي ادخل بيا بس انا ممكن استنى لحد ما اعرف الاتجاه او لما تصحيح يخلص وبتدخل معا لاتجاه العين يعني انا لو داخل صفقة اه شراء فانا اخرج منها ده اللي هو يقدر يقول لي مناطق التشبع الشراء الا في حالة اتجاه صعد طيب كيف اااااا كيف اقدر اعرف الاتجاه العين احنا قلناها قبل كده بس احنا ممكن نقولها تاني الاتجاه العين نعرف الاتجاه العين عندي اما اتجاه صعد اما اتجاه هابط ذي لو كان حرقة التجاهية ؟ هناك حراكة عرضية إذي إعرفت من حرقة الصعد ؟ أي التجاه الhod decreasing من الحركة العرضية plan FIRST يعني قمى السج Independence يدي traditionally مالثار Hastings و يأجم المmale tyres أعلى من القمى السابقة الكريعان أعلى من القمى إلى الصابقة كل لو وجدنا السجís Saab يكون قمى وأعلى من القمى الألي قبلها يبقى قد أنني فтом لدينا آنسية الصعد و أكون قم arrested قم underestimate قبله American يبقى إنكвер قام البعض ويمكنs hands بعض. الكمه اعلى من كمه القاع اعلى من قاع. pancake birl distortion. يعنيم دي بالبساطة السهر طالع عندي. طيب الاتجاه الهابط لو السهر كونycz᪨᪨ᅤᅔ أقل من الكمم السابقة لها وقعیں أقل من القعين السابقة لها. يعنيż Huawei cabeC sindingless respondent all the second必ume و switch up in a certain way. proxy least. cuanto a cloud all common must be app til live. ف führen like thisistoców상 having a common sense. طيب الطيب الحركة العرضية. عندي ايه هي الحركة العرضية? ان السعر بيكون قيمة موقعين مش في اتجاهات واضحة يعني مثلا تلاقي قيمة عالية وبعدها قيمة منخفضة وبعدها قيمة اعلى منها اما السعر بيمشي في حركاء زي منقول حركاء عشرائية ملوش اتجاه واضح بيمشي ما بين قيمة موقعين متساوية وغير متساوية في مؤشرات ممكن تساعد على معرفة الاتجاه العام او في مؤشرات الاتجاه زي مثلا المتوسط المتحرك الناس اللي حضرت معي المخاضرة بتاعة الاسبوع اللي فات طبق انا عاملي على المتوسط المتحرك في مثلا البولينجر في ايدي دي كلها مؤشرات تقدر تساعدنا بتحديد الاتجاه العام لو انا مش قادر اعرف او احدد الاتجاه العام من اللي هي بتكون قيمة بقى اعلى من القيمة لو اتجاه صعد طبعا والعكس في الاتجاه الهبط ماشي ففي مؤشرات او فيه بمعنى اصح كمان او ممكن اكون انا عارف الاتجاهات ماشي بس انا مش قادر يعني عايز حاجات تأكد لي الاتجاه الحالي للزوج ده ففيه حاجة اسمها مثلا مؤشرات الاتجاه زي زي ما قلنا مثلا المتوسط المتحرك زي بولينجر فيه حاجات كتير جدا بتحدد مؤشرات الاتجاه تمام او بس هو مسلا او قول مسلا المتوسط المتحرك ده احنا اتكلمنا عنه اسبوع اللي فيه شوفنا تطبيق عملي عليها وازاي نقدر او نعمله لكن ببساطة عشان ما نخبطش نفسنا او طولهم انا بنقول حتى لو فيه مؤشرات لازم يكون عندنا خلفية او ما يفعش ان انا استخدم مؤشر وانا مش عارف اصلا السلوك يقولي ايه السلوك السعبي ده اهم اهم ده البداية ده الاساس اللي بنمشي عليه ماشي او ماشي في مؤشرات بتحدد الاتجاه وبتساعدني ان انا ادخل في صفوكات مع الاتجاه العام بس لازم انا نكون بعيني متأكد ان الاتجاه العام في الاتجاه صعير. لازم اتطلب حلو شفت الكمة مثلا انا عندي اهلي خلني اقول ان الاتجاه ده دلوق ما ينتجهها؟ ان انا عندي فيه كمه قبلها الكمه اللي بعدها اقل بكمه اللي بعدها اقل هنا القاع القاع اللي بعده اقل القاع اللي بعده اقل يبقى ده كده اتجاه هابط سيبقى واضح ان ده اتجاه هابط لازم مضرب عيني على معرفة الاتجاه العين مشي نمكن نستخدم مؤشرات علشان نأكد كلامنا او علشان تساعدنا في خلصة فقط تمام كده في سؤال تاني طيب نرجع بقى مرجوعنا للاصل الموضوع احنا قلنا دلوقتي اول وظيفة ليه مؤشر الار اس اي انه هو بيستخدم في تحديد مناطق التشبع الشرائي والبيان طيب انا دلوقتي عندي هنا حصل تشبع اول حاجة عندي حصل تشبع بيان طيب تشبع بيان حصل ازاي ان هنا الساب القاع ده مش لعينف مقابل لي انه هو عمل قاع تحت مستوى التلاتين يبقى واضح كده يعني فيه منطق التشبع بيان ماشي ممكن مسلا انا الاتجاه عندي كان اتجاه يعني مثلا من هنا اي مفروض من هنا بداية الاتجاه من هنا اتجاه هارت عندي لحد هنا كمتدون ممكن ما اقولش او ادخل في الصفقة دي شراء بس انا لو داخل بيان فانا اخرج يبقى مقاشر الارض سعي ساعات مين في النقطة دي ان انا اخرج من الصفقة بتاعتي يعني مثلا لو داخل بيان مشي وجيت حصل تشبع هنا بيان خلاص يبقى انا اخرج من الصفقة دي لو ساعة موصلش الهدف واستنى الحركة التصحيحية دي تنتهي واضح كده ان احنا قربنا لو بصينا البقية الحركة الحركة الاخيرة قربنا على منطقة التشبع الشرائي يبقى اذا او لما السعر هنا يبتدي ينزل بعد ما هو وصل دلوقتي على مستوى السبعين تمام او لما يبتدي ينزل ويقصر السبعين لتحتي بدا تشبع بيعي بيع تمام في حد عنده مشكلة في الصوت كله سمعني ولا في مشكلة تمام نكمل طيب في عندي هنا برضو لقينا ان الساب عمل منطقة تشبع بيعي برضو هنا ماشي وبعد اما سياني بص كانت اخر حركة هابطة من اول هنا حتى ما نلقصش نفسنا دي كانت اخر حركة تمام فضل السعر نازل 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 فانا بقى السعر لو كنت بيع من هنا مثلا فهي يفضل السعر نازل 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 طيب موصدش السعر لش هدف وابتدى السعر يعمل تشبع بيعي فدي بقى فرصة كويسة جدا لان انا اخرج من الصفقة بتاعتي اللي موجودة دلوقت فقط نكمل هنا حصل تشبع شرائي السعر طلع 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 ماشي لحد ما وصل لهنا وابتدى يعمل تشبع شرائي نازل اعلى فوق المستوى السبعين وراح كاسب لتحت طيب نكمل هنا برضو بصوا هنا تحت مفيش ولا تشبع بيعي ولا تشبع شرائي لحد ما نوصل هنا حصل هنا تشبع شرائي مرة وحصل هنا تشبع شرائي التانية طيب هنا اول ما حصل التشبع شرائي لو بصينا على حركة السعر هنلاقي ان السعر ابتدى ينزل ترام عمل تصحيح ايه كانت عندي حركة صاعدة فاول ما عملت تشبع شرائي خلاص انا اطلعت من الصفقة هو فعلا نزل ده بالعكس كويس ان اطلعت لان السعر موصلش للمستوى ده تاني بفترة طويلة من الوقت فانا كده كنت في safe sign تمام برضو هنا اول ما السعر عمل تشبع شرائي او بصينا ده كمان تشبع شرائي ولاقينا مثلا النموذج الشموى ده فخلاص احنا كده اللي هو ايه اه تمام كده يبقى فيه عندي فعلا انعكاس محتمل يبقى انا خلقت كده من الصفقة او تبقى فرصة كويسة ان انا ادخل صفقة بيع هنا برضو فضل السعر لو خدنا بالنا بصوا هنا برضو ما في كانش فيه في الفترة دي خالص اي تشبع بيع عشرة ولو خدنا بالنا بص كانت فيه تزبذب في الشموى فهي برضو كانت حلوة معشر الارس اي ان انا بمستخدمه ان انا لو داخل صفقة فبيقول لك بلاش تدخل في الفترة دي لان فيه تزبذب خلنا بالنا فيه السعر يا طبعا ماشي ما بين مستوئين حركة عرضية اهي ماشي متزبذب في الفترة السعر فيها كان من تحت الارس اي متزبذب فهي اي دي كان الفترة السعر ولا بيطلع ولا بينزل يعني انا كانت ممكن الصفقة بتاعته تفضل متعلقة ففاهدت الارس اي ان هو قال لي مفيش ولا تشبع بيها الشراء ده فيه تزبذب في حركة السعر خلنا بالنا ان هو ماشي فوق وتحت المستوى الخمسين فيه فيه يعني ايه فيه حالة تزبذب تمام خيب هنا فيه فيه فضل السعر اعلى المستوى السبعين لفترة من الوقت لحد اما وصل ماشي للتشبع هنا قصر بقى هنا فيه تشبع او لما قصر المستوى السبعين هنا حصل تشبع شرائي وفعلا السعر ينزل يعني بعد بصوا بعد الاتجاه الصعيد ده بعد الحركة الصعيدة الكبيرة دي السعر راح ماشي بعد كده في حركة عرضية يعني او لما السعر كان يوصل لهنا لو انا كنت داخل شيري يبقى دي علامة كوية جدا زي ما قلنا ان احنا نطلع من الصفقة بصراحة دي جميلة جدا يعني هو هنا كان قصر المستوى الثلاثين لتحت بشكل جميل جدا في نفس الوقت عمل فيه الشموع اليابانية عمل نموذج الدوجي نموذج الدوجي دي للناس اللي عرف الشموع اليابانية ده نموذج انعكاسي كوي جدا فهو حركة هابطة بعد كده حصل نموذج دوجي في نفس الوقت الارس اي قصر المستوى الثلاثين اخلاص ده واضح علامة واضحة على الصعود او على التصحيح فانا دلوقتي كان ممكن فعلا او لما الشمعة الدوجي دي تيفل كان ممكن ادخل صفقة شيري طيب لو جينا هنا على نموذج الاسترليني مثلا كانت هلاني بصوا اخر حركة للسعر هنا كان السعر في حركة صعيدة 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 حد اما وصل هنا عمل تشبع طيب عمل تشبع شرائي يبقى زي كاول لما توصل لهنا يبقى زي واضح انه هو كده السعر هيركس اتجاهه فلو انا دخل شرية فانا اخرج من حركة فيه هنا مناطق تشبع شرائي طيب هنا برضو لو بصينا هنلاقي برضو انه هو هنا لو خدنا بالنا عمل هنا مناطق تشبع شرائي عمل قمة على السبعين وكسر المستوى السبعين لتحته ونزل وهو ده فعلا اللي حصل طيب فيه هنا بصوا يا جماعة لو رغم ان كانت القاة ده عمل قاة قوي وقاة كبير ماشي لكن ما عملش تشبعه فدي بالنسبالي لو انا هستخدم كمؤشر للتشبع الشراء والبيع فدي بالنسبالي ما لهاش اي لازمة مش فرصة ان انا ادخل في صفقة ولا ان انا اخرج من صفقة ولا اي حاجة تمام لقيه لان بصينا تحت هنلاقي ان المستحة المستوى ما عملش تشبع بيع هنا عمل تشبع بيع فعلا والسعر طلع لو بصينا طلع عمل تصحيح ونزل كامل تاني ليه لان الاتجاه العام عندي اتجاه هابط هنا برضو كان الفرصة كويسة ان انا اخرج من صفقة البيع استنى التصحيح ده يخلص وبعد كده ادخل مع الاتجاه برضو وكذلك هنا اول اما حصل التشبع شايفين التزبذب اللي حصل ده هنا عكس على بتشبع بيع طيب هنا برضو بصوا بقى كانت هنا بداية الاتجاه اصلا الهابط يعني شايفين هنا ده كانت بداية الاتجاه هابط الناس الكابت تسألني على ايه هو الاتجاه الهابط لو بصينا كل قمة اقل من الكمة اللي قبلها ماشي وكل قاع اقل من القاع اللي قبله ده اتجاه هابط عندي فكانت بدايتها هنا عمل تشبع عمل كمة كبيرة فوق المستوى سبعين وابتدى ينزل عمل تشبع اشرائي السعر من ساعتها هو ابتدى قسر المستوى الخمسين وابتدى طيب في هنا كانت فرصة كويسة جدا احنا ندخل نشتري ليه لان السعر عمل فجوة سعرية دائم من اغلب الاوقات الفجوة السعرية سيبدأ ايه يعملها تاني يعني هو ايه بيجي مكانها عشان يسد الفجوة دي تمام فسر اعمل فجوة السعرية تنزل تحت الار اس اي لقينا ان هو عمل تشبع بعيد عمل قاع ادنى المستوى 30 يبقى زي كانت فرصة كويسة جدا احنا نشتري تمام هنا برضو لو بصينا تحت هنلاقي ان هو اول ما السعر عمل تشبع ماشي وهنا كان ولو بصينا هنا لو قربنا هنلاقي هنا زي نموذج المطاقة المكلوب اللي هو الانفيرتت هامر ده كان نموذج الشمائي بي يربانية اول ما السعر عملها وشايف ان الار اس ار عمل قاع ادنى المستوى 30 ورجع كسر فوق والسعر يطلع او بصه كان ممكن نستفيد مثلا من نلاقينا ده على اليوم تخيلوا ان المسافة دي الف وتسعة مية وتسعتاشر نقطة يعني حوالي مية نقطة فكانت فرصة كويسة جدا ان احنا ندخل نشتري تمام كذلك دي السعر هبوط قوي جدا ابتدى عمل تشبع بيعي والسعر ابتدى يطلع يبقى خلاص يبقى تمام دي كده كانت فرصة كويسة جدا ان احنا ندخل نشتري او حتى لو انا شايف ان الاتجاه العام عندي اتجاه هابط فما اتخذش اشتري بس اخرج من الصفقة البيع اللي موجودة عندي كانت هنا بقى بداية الاتجاه الهابط ماشى السعر عمل تشبع شرائي في نفس الوقت شايفين هنا عمل نموذج او نموذج ماشى كان ده نموذج انعكاسي قوي جدا بيدعم تراجع السعر بيجي في نهاية الاتجاه الصعاد وبيدعم تراجع السعر فان بص هنا لقيه هو هنا عمل قمة جميلة جدا فوق المستوى السبعين وضح لي ان فيه تشبع شرائي في الوقت اللي كان فيه نموذج ناكاسي لو استخدمناه ندمجه مع مؤشرات تانية او ندمجه مع التحليل الكلاسيكي كدعوم ومقاومات والشموع اليابانية ونماذج والكلام ده ويبقى فرصة جميلة جدا ان احنا ندخل بها وشبعها بكل سهولة يبقى ذي بتدعم ان فيه مراطع تشوي خلي بالك لو انت شايفي اخك دلوقتي ما صفكة الشرق يايمة تدخل بها يايمة تستنى الحركة التصحية وكذلك العكس لو بيع تمام كده؟ في حد عنده استفسار في النقطة دي قبل ما نكمل؟ في حد عنده استفسار قبل ما نكمل؟ نكمل ده بقى استخدام جديد للرس اي الرس اي احنا قلنا لو احنا اخدنا بالنا من البداية اللي احنا بدأناها قلنا ان الرس اي تمام نكمل هنلاقي ان الرس اي اول حاجة قلنا ان هو بيوضح التشبه الشعوري والبيع تهي استخدام لي ان هو بيوضح الاتجاه العام بيدعم الاتجاه العام اول هو اتجاه صاعد او اتجاه هابط طيب هنعرف زي الموضوع ده قبل ما نشوف الاسم اللي انا مخططاه وكلام ده فيه ببساطة لازم نخلي يبقى من حاجة احنا عندنا احنا قلنا حطينا النهار ده ضيفنا مستوى 50 للناس اللي كانت بتستخدم الرس اي كمستويات 30 و70 بس فاحنا ضيفنا لهم النهار ده ان احنا عملنا مستوى 50 مستوى 50 ده لو بصينا لقينا السعر بيتحرك بين 50 وال70 يبقى كده اتجاه صاعد يبقى كده فرصة كويسة جدا ان انا ادخل اشتري طيب لو بين 50 وال30 يعني في المنطقة اللي تحت ده يبقى ده فرصة كويسة للبيع لان الاتجاه اللي عندي اتجاه هابط ده بيأكد الاتجاه تمام مستوى 50 ممكن يكون دعم او مقامة ودي في الامثلة اللي احنا هنشوفها بعد كده يعني انا كمان موضحها النهار ده ده الامثلة دي على الاتجاه بس كمستوى 50 بنستخدمه ان احنا ندعم الاتجاه وبعد مثالين 3 هنلاقي ان المستوى 50 ده ممكن نستخدمه كدعم او مقامة مزبوط طيب هنبص دلوقتي على المستوى 50 ده بنستخدمه ان هو يدعم الاتجاه زي ما قلنا من 50 إلى 70 ده اتجاه صعد من 30 إلى 50 ده اتجاه هابط طب لو بصينا هنا هنلاقي مثال في الفترة الاخيرة دي ماشي كانت من السعب ان بيتحرك ما بين الار اس اي كان من ما بين 50 إلى 70 ابقى ده كانت فرصة كويسة ان احنا ندخل نشتري لو بصينا فعلا على الشارت هنلاقي من هنا لهنا ده كانت فرصة كويسة جدا للشراء ماشي السعب اتحرك فيها 266 نقطة للفوق طيب عايفت منين ان اياه خلاص كده ما بقيتش فرصة كويسة للشراء اخذنا بلنا السعب قصر مستوى 50 هنا فانا لو عند الشمعة ذي عند الشمعة ذي وحصل السعب قصر مستوى 50 اخرج على طول من صفقة الشبع دي ما فيهش كلام السعب قصر مستوى 50 اخرج من صفقة الشبع بتاعتي واستنى اشوف ايه ممكن يحصل فصينا لقينا السعب ينزل 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 لكمان قرب ان هو يعمل تشبع باي فتخيل ان انت لو كنت مثلا داخل شابي من هنا ماشي بعد اما السعب زي ما قلنا طلع مية وتمانين نقطة بص انعكس عليك قد قيل حد دلوقتي عدد نقاط كتير فانا لو ما كنتش متابعة الرس اي بقى واضح جدا جدا ان هو كنته هاخصر لكن انا اول لما الرس اي سعبت عمل الرس اي قصر مستوى 50 عند الشمعة دي فده كان دليل مبكر على بدء انعكاس حركة السعب وبالتالي خرجت من السعب طيب نكمل لو بصينا من هنا بصوا اول ما سابق اسوى على مستوى 50 هنا من هنا لحد هنا هو ماشي اعلى خمسين بصوا فعلا انتجاه صعد بصوا ماشي جامد انتجاه صعد واضح حركة صعدة قوية طيب لو بصينا بقى من هنا لهنا هنلاقي انه هو ماشي ما بين الخمسين فوق فوق تحت فوق فوق di بس دي فترة تصحيح ما تضيع شوات في صفقة مفتوحة مدلا ما احنا نقفلها ونكسب صفقتين قدامها وزي فرصة كويسة جدا ان احنا الصفقة ما تطولش فهو عندي فوق الخمسين تحت الخمسين في تزبزب لو بصينا لقينا في تزبزب بس كان دوائش كويس جدا احنا نطلع من صفقة الشراء اللي هو كان هنا أهلا من الخمسين برضو لو بصينا هنا في تزبزب واضح ان جدا ان اتجاه الحالي اتجاه عرضي موتى زبزب ملوش اتجاه واضح يبقى كانت فرصة كويسة جدا احنا ما ندخدش دلوقتي لو بصينا الساعة بيتحرك اعلى خمسين اسفل خمسين على عكس الحالي اللي بعدها لو بصينا نلاقي اتجاه اعلى الخمسين بشكل واضح طيب هنا لا واضح واضح ان هي كانت فوق الخمسين الساعة ممشي ما بين الخمسين ومستوى سبعين ممشي وبصوا اهو طلع كتير يبقى انا ممكن دي فرصة كويسة بقى ان انا اجمع استخدام الاول مع الاستخدام التاني ازاي الاستخدام الاول ان انا مسلا عندي هنا ظهر من مسلا منطقة تشبه فدي كانت اشارة مبكرة ان الساعة التشابع شرائي ان الساعة هيبتزي انعكس حركة الزوق طيب لو انا كنت داخل في صفكة شراء لان انا عندي هنا الاتجاه الحالي بيدعم الصعود لو انا داخل في صفكة شراء وحصل تشابع شرائي انا اخرج من صفكة الشراء اللي موجود حصل وساعة ينزل نزل 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 حد ما كسر مستوى خمسين هنا يبقى ده واضح جدا ان حاجتين بيدعموا ان الاتجاه دلوقتي اتجاه مش هيكمل صعود وان فيه تزبزب واضح او فيه على اقل ان هيكاسف حركة الساعة تمام طيب بصوا هنا بقى هنا برضو لو خلنا بالنا ما فيش اتجاه واضح على اقل على اقل مستوى خمسين لحد ما وصلنا بقى لمنطقة دي ودي كانت واضح انها منطقة بيع قوية جدا يعني الساعة فعلا نزل لما ترجبناها على حركة الساعة لان الساعة نزل ماشي كان الساعة يتحرك ما بين لو بصينا في الار اسطا اي هنلاقي ما بين الخمسين مستويات الخمسين والتلاتين يبقى ده كانت اشارة كويسة جدا ان احنا ندخل لو اضح الاتجاه ده بيدعم يعني الار اسطا اي لما تحرك تحت الخمسين ده دعم الاتجاه الهوبط وفي نفس الوقت مثلا او لما الساعة هنا عمل تشابة بيعي فانا خرجت من الساعة فقال حد اما الساعة عدل حتة زي وكسرها وابتده ينزل تاني فانا بتدريت ارجع ابيع تاني يبقى انا استخدمت كده الاستخدام الاول واستخدام التاني لو بصينا برضو هنا هنلاقي ان الحركة الحالية سايم احنا شايفين حركة بتدعم الهبوط اي الساعة يتحرك ما بين خمسين من تلاتين وبصينا قبلها هنلاقي ان هو من خمسين لسبعين بس عمل يعمل مناطق تشابة اتخذنا بالنا ده اتجاه كده اتجاه بيدعم الشراء الار اسطا اي ده واضح كده بيدعم الشراء بس مسلا لقينا هنا في اه هنا اه تشابة شرائي ولقينا فعلا بصوا السار بدلا لما انا كنت استنى السار ينعكس علي ويرجع تاني فانا خرجته مؤقتا او لما السار نزل تاني واحتنا دخلها شراء تاني وهكذا وهكذا فضل وبرزو الكلام ده هنا عمل السار تشابة ماشي اتكون نموذك الشوتينج ستور جميلة جدا عمل تشابة شرائي ماشي بس هو دي فرصة ان انا مدخل شبيع لا ده انا عجليب مدخل شبيع لان انا عندي الار اس اي اعلى المستوى خمسين تمام فده كانت بروسا ان انا اخرج مؤقتا من السار لحد اما ايه ساي الزوغ ينعكس يخلص حقه وتصحية ويبتزي يرجع تاني طيب شايفين هنا السار عمل السار نازل ماشي تحت المستوى خمسين من ريما بين الخمسين والثلاثين فده حركة هابطة بتدعم الهبوض طيب من هنا الهنا طيب تمام في عندي هنا اهي سار على فوق الخمسين هل دي فترة كويسة بيقول لك خلي بالك ده السار بيمشي فيه اتجاه صعد دلوقتي فانت ما تفكرش غير فيه صفقات شراء بس كزينك هنا من هنا الهنا يعني انا انا عصد انتو فهمتوا نعصد احنا ممكن نستخدم الار اس اي في ايه ممكن ان احنا لو بصينا لقينا ان هو من خمسين احنا اضافنا خلاص المستوى خمسين لو لقينا من الاسار بيمشي ما بين الخمسين والثبعين يبقى ده اتجاه صعد لقينا ان هو بيمشي ما بين الخمسين والثلاثين بتدعم اتجاه هابطة ممكن ادمجه مع المؤشرات تانية وممكن حتى استخدمه ببساطة جدا او لما السعر يقصر مستوى خمسين يبقى ده دليل اه جيد ان انا اتجاه الاجتماعي بس او استاذ رسالة بقى كان بيقول ممكن المستوى خمسين يكون دعم او مقامة هو ده الاستخدام التالت بتاعنا لو بصينا هنا انا عندي حطيته عند المستوى خمسين بس لو انتوا بنون تاني عشان يكون واضح عندي ده هو باستغدام مقاومة لتم تقن aquestaية مستوى خرش في 3ا سيلك مثل السعر اعتبر عن المستوى 30 سيلك مثل الدعم versus 70 مثل المقاومة سيكون المتوى خمسين يكون ديمة ضعم الموقاومة على حسب حركة السعر هنا عندي لو بصينا sme املا ان هنا فيه تشبه قلنا تشبه باية دعالي هي دعم السعر אם نق TelevisIf the battle is very well هنا مثلا هنلاقي النساء بيتحرك أعلى المستوى 50 من هنا لحد هنا أعلى المستوى 50 ده استخدام تاني استخدام ان انا عندي هنا لو بصنا هنبتدرق من الأول هنا بتد من المستوى 50 أو قصر المستوى 50 لعلى يبقى زي فرصة كويسة جدا احنا ندخل نشتري طيب تاني هنا نشتري 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 حد ما اوصل هنا عمل تشبع بي تشبع شراء سوري عمل تشبع شراء يبقى زي فرصة كويسة ان انا ادخل اخرج من صفقة الشراء بتاعت فضلنا مشين 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 كده لحد ما وصلنا هنا السعر تد من المستوى 50 يبقى زي فرصة 50 تبرناه دلوقتي المستوى دعم ماشي اول مسار تد من المستوى 50 كان فرصة كويسة جدا للشراء دخلنا اشترينا 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 لحد ما وصلنا هنا امتى ممكن نخرج من الصفقة اول مسار يكسر المستوى 50 تمام يعني عند الشمعة ذي كنتم مفروض اخرج عند الشمعة ذي كنتم مفروض اخرج لو مخرجتش قبل كده تمام يبقى ذي كانت فرصة كويسة جدا لاستخدام كمستويات دعوم ومكاومات طيب هنا برضو كذلك نفس الموضوع هنا في عندي واحد اهو في عندي الثاني مستوى دعم اهو ماشي خدنا مستوى خمسين كمستوى دعم لا خدنا بلنا كمان ان هو تبارو كمستوى دعم كون كمان نماذج للشموع اليابانية اللي احنا ان شاء الله هنبقى نشرحها بالتفصيل في محاضرات تانية بس باختصار للناس اللي عارف فيها هنا مسلا عندي نموذج الهمعة او المطرقة هنا نموذج الهمعة او المطرقة في مسلا عندي هنا اهو ارتد من المستوى خمسين ماشي لأعلى اه في عندي حصل تشبه لو خدنا بلنا حصل تشبه شرائي ماشي فدي كانت فرصة كويسة ان ايه يا اما ان نخرج من صفقة الشراء يا اما ندخلني بيها طيب لو بصينا على اليونيوزلندي على نصف ساعة اما اضروا ما عرفش فيه ناس خدت بالها ولا لا انا عمالة اجيب في اه 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 في ممات مختلفة يعني شوية اجيب مسائل على نصف ساعة شوية على الاربعة ساعات شوية على الساعة شوية على اليوم وده حاجة واضحة جدا للأسف محدس الهايلي النهاردة اللي هو السؤال المؤكد المؤشر بانهي اطار زمني بيفضل من استخدام عليه المؤشر ده لا المؤشر ده نقدر نستخدره على كمية جميع الفرمات الزمنية واندي الفكر هنا ان لو سمعت في سؤال اللي هو لو سمعت كيف يمكنن ندخول في الصفاقات عكس الاتجاه باستخدام المؤشر يعني فيه اوقات كثير المؤشر بيعمل تشبه وارغم كده بيستمnymi في استقوضاء اول هجوع طيب انا دايما بقول حاجة مهمة جدا يا جماعة بلاش ندخل عكس الاتجاه خليني مع الاتجاه العين في مقولة كده بتقول خط الاتجاه ده يعتبر صاحبك هو ده اللي انت تمشي معاه ما تخلفهوش ماشي لانه فعلا زي ما انت بتقول فيه اوقات بيعمل تشبه بس ممكن التشبه ده مش معنى كده ان هو بيدعم الصعود يعني مثلا تجاه هابط وحصل تشبه بقعي هل معنى كده ان هو هيدعم الصعود لأ ده ممكن يعكس او يشير الى حالة تزبزب ممكن استرى يحصل فيها ممكن تلاقي بعد ما يحصل التشبه البيعي ده السعر بيتحرك فيه تزبزب منضوع عديد 3 ربع شرعية جنب بعض وبعد كده يبتزي يرجع تاني لاتجاهه العام فهل معنى كده ان ده فرصة كويسة هدخل شرعا لا طبعا انا دايما بقول احنا ممكن بنستخدم التشبه علشان خاطر يا ام لو اتجاه مثلا عندي هابط وحصل تشبه شرعي بتزيه فرصة كويسة ان انا ادخل ابيع طبعا لكن العكسة حصلت تشبه ابيعي لا دي مش فرصة كويسة انا ادخل ابيع دي فرصة كويسة ان انا اخرج من الصفقة دلوقتي لحد اما اشوف الاتجاه اللي عندي الجزيد ايه وبعد كده ادخل مع الاتجاه العام لان زي ما قلنا ممكن فيه اوقات يحصل تشبه بس السعر بيتحركة وصحية تخلص ويرجع لاتجاهه العام تمام كده يا بيت الاجابة تكون واضحة طيب نرجع تاني للمرجوعنا اللي هو اللي انهي اطار زمني الرساي بينفع عليه مقدرش اقول ينفع على انهي اطار زمني اده اقول ان جميع الاطارات الزمني وجميع الفريمات بتقدر تشتغل على ايه عايزة جدا بس ده بيعكبر على استراتيجية التدور بتاعتك على انت بتفضل تستخدمه في ايه على انت هت لازم تتضرب عليه بشكل عملي وتشوف ترجع بالزمن وترجع بالتواريخ الورا وتطبق الاستراتيجية التارية وتطبق مثلا مؤشر القرص اي انت قلت عايزة مؤشر القرص اي لا يستخدمه بس ترجع الاول على الزوج مثلا اليور دولار او على اي زوج انت عاوزه تشوف ليه فترات زمنية طويلة هل المؤشر كان كويس على اني مثلا بالنسبة لطبيعة شخصيتك او بالنسبة لطبيعة التدور بتاعتك ممكن واحد يحب يتداول على الساعة ممكن واحد على الربعة الساعة فانا النهارتو كنت بحاول اتجمع لكو جهزة اطار زمني علشان خاطر الرسالة دي تكون واضحة تمام طيب نكمل هنا مثلا عندي السعب هنا بكسر المستوى خمسين من هنا الهنا هو اعلى المستوى خمسين ماشي قدر استقديمه في ايه؟ هنا طبعا فيه تشابه فالتشابه نحن نخرج من الصفقة بتاعت الشارع فطبعا ده ما يدمنعش ان انا ادخل بيها ده لا انا مش فعا ان انا ادخل بيها في الفترة دي ليه لان الاتجاه اللي عندي تجاه صاعد عرفت من ليه انها تجاه صاعد المقاومات كل مقاومة على من المقاومة اللي قبلها وكل قاعة على من القاعة اللي قبله هنا مثلا حصل ارتداد لو بصينا بعض الناس اللي بتابع الشمارة اليابنية نجد ان هو حصل نموذج ابتلاع شرائي في نفس الوقت الـ RSR ارتد من المستوى خمسين فده كان علامة كويسة جدا على الشراء هنا حصل اه كان فيه حد بيسألني دلوقتي على الاتجاه وازاي يقدر يحصل تشابه بس انا لم يمشيش مع الاتجاه الجديد طيب لو بصينا هنا هو هو ده اللي انا كنت بقول عليه هنا السعر عمل تشابه وبيعي هل السعر تراجع؟ لا طبعا ليه؟ لان الاتجاه اللي عندي اتجاه صوار السعر عمل ايه؟ عمل تزابزب بصي شايفين هنا تزابزب عمل تشابه بس فضل متزابزب حد ما انتهت الفترة الصحية ابتد من المتوسط من المستوى الخمسين وابتده يسعى ثاني يبقى انا دي كانت الحمد لله ان انا الاتجاه عنده صوار فانا ما فكرتش في بيع لانا لو كنت فكرت في بيع كنت زماني يخسرت هو ده اللي بيحصل في اغلب الوقات مش معنى ان اي تشابه يظهر عندي ادخل عكس وخلاص دي دي معرف الاتجاه اللي عندي اتجاه ايه اصلا الاتجاه اللي عندي تزابزب فلما حصل تشابه عشرائي السعب مشي في حركة موت زبزبا اه زي ما الاستاذ وسامة بيقول احنا ممكن صح زي ما احنا قلنا الانتظار عند نزول المستوى الخمسين خلاص دي ما احنا عملنا دلوقتي انتظرنا لحد ما نزلنا عند المستوى خمسين او لما السعب وصل المستوى خمسين مرتب دي كانت فرصة كويسة ان احنا نشترك خلاص يبقى احنا كده عرفنا الاستراتيجية تاعتنا تبقى ماشية ازاي مش اي تشابه عشرائي او بيعي ندخل معاه لان احنا ممكن نستنى بعد اما التشابه الشرائي مثلا هنا يحصل بس دات الجاه عين فانا استنيت اولا ما السعر تد من المستوى خمسين كون نموذج عندي نموذج انعكاسي في الشموعة اليابانية وارحنا على طول داخلين شرع لحد ما وصل التشابه تاني وارحنا افلين الصفقة وهكذا هنا برضو تد من المستوى خمسين هنا حصل تشابه فانا اولا ما حصل التشابه السعر ينزل هنا برضو تد من المستوى خمسين سيجال فرص كويسة للشرع هنا كذلك وهنا كذلك تمام كده اذا حصل التشابه طويل المدى فينا ندخل بالاتجاه العكسي ماشي هو انت ممكن تعمل ايه؟ يعني فيه ناس بتدخل مثلا على الاطار اليوم هتلاقي مثلا على الفريم اليوم حصل تشابه وبايع يعني ده بيدعم الشرع ماشي بس الاتجاه العندي تجهابت فتروح دخلها مثلا على نص ساعة والساعة تعرف ان التشابه ده هيدعم الصعود المؤكد تروح مثلا ايه؟ دخلها بسرعة عاملة سكالبنج كم نقطة؟ عشرين ثلاثين نقطة تكسب منه دي ممكن ماشي بس مضو زي ما بنقول الواحد مش هيبقى انروماني يعني دي تبقى فيها نسبة ريزك شوية بس ليه لا ممكن ما يحصل تشابه على الفريم دول المدن وحين على الفريمات الصغيرة نلحق التشابه ده في كام نقطة بسرعة نعمل اسكالبنج تمام؟ نحن نتكلم بسرعة بشكل سبيع احنا قلنا ان الاستخدامات كتير اول استخدام له ان احنا من استخدامه كمناطق للتشابه الشوائي والبيعي تاني استخدام له اللي هو بنحدد الاتجاه العام بيدعم الاتجاه العام صعد والهابط بيدعم الاتجاه الصعد او الهابط هنا دي فرصة كويسة للبيع للبيع هنا فرصة كويسة للشراء وهكذا وفي عندنا هنا زي ما احنا شايفين تالت حاجة نستخدم المستوى الخمسين علشان خاطر نشوف مناطق اللي الفدات وندخل شراء او بيع تمام؟ طيب نكمل في برضو استخدام جديد ليه اللي هو احنا قلنا اي بقى اللي هو الانفراج او الـ ونستخدمه علشان نحدد الانفراج او الانعكاس المبكر والـ طيب شايفين هنا يعني باختصار الـ هنا برضو تكلمنا عنه في محاضرات قبل كده بس بتاختصار قلنا ان الـ ان في عندي كمه هنا ده الـ الايجابي في عندي كمه مثلا دي كمه دي اعلى من كمه دي اهو يعني فيه اتجاه هنا صغير بس لو لقينا على الـ هنلاقي ان ماشي كمه هنا عامل كمه هنا على المستوى السبعين يبقى واضح كده ان فيه زغم قليل يعني في الوقت ان السعر بيعمل فيه مقاومة اعلى من المقاومة اللي قبلها لسه القوة الشرائية قوتها هي هي ما ضغيرتش فده زي مثلا بيعمل بابل افقه ان السعر بينعكس علينا على طول زي ما احنا شايفين السعر ينزل يعني ان الـ ممكن يستخدم من اهم استخدماته احنا بنستخدمه كـ ماشي لو بصنا هنا فعلا السعر عامل كا ادنى من كا اللي قبله لكن لو لقينا بقى ده بالعكس ده هنا اسوأ كمان بقى وهنا دليل قوي على انعكاس الزوج ليه؟ لان احنا هنا كا عامل كا ادنى من كا اللي قبله ماشي؟ لكن لو بصنا على الـ هنلاقي ان القوة على الأرض السعوية هنلاقي ان القوة البيعية قوتها بتقل عامل كا اقل من كا اللي قبله يعني هنا عامل كا تحت المستوى 30 وكا اللي تحت هنا راح عامل كا اعلى مستوى 30 لفوق ففي الوقت اللي السعر بيدغط فيه لتحت كوة البيعية بتضعف يبقى وضح كده ان هو هبوط غير مبرر يبقى هيصحبه وان هو فين عكاس محتمل تمام؟ هنا الدولاريين في الوقت اللي السعر عامل فيه مقاومة اعلى من المقاومة اللي قبلها الـ يعني ايه معكوس في الشاشة لا مش فاهمة ما عليش وضح سؤالك لو بصنا هنا لقى ان السابع عامل كاة الاول كاة تاني اعلى من الكاة الاول في الوقت ده لقى ان الكوة الشرائية قوتها بتضعف يعني لو بصوا لو لنا المشتبين برضي يضعفوا ليه؟ في الوقت اللي هنا عملوا فيه كهر كبير جدا اعلى المستوى كمه كبير جدا اعلى كمه السابعين فيه هنا عملوا كمه يردوا بكلامسة الكمه السابعين تمام؟ فده كانت اشارة قوية على ان المشتبين خلاص كورتهم بتضعف وان البائعين هيبتدوا يسيطروا تانية على السوق وفعلا ده كانت بداية الترجاه رابط جديد اللموذج ده موجود دلوقتي على الباون دولار على الساعة طيب ممكن نشوفوا ليه؟ ده الباون دولار على الساعة فيه فعلا اهو؟ لو بصينا ده مضبوط فعلا هو على الساعة لو بصينا لو بصينا ايه؟ الوقت عمل قاعة قال من القاعة اللي قبله يعني كان فيه توجع في حركة الساعة قوية جدا لأدى قاعة البايعين لأينا هم على RSI عند نفس قوتهم وعاملوا عند نفس المشتوى وهذا دليل قوي على ان السترليني دولار هيرتفع دلوقتي لو فعلا ارتد من القاعة لأينا الانتبار ده ان ده دعم لو حللناه هلاقي ان ده دعم كويس جدا لو السعر فضل مستقرة على المستوى ده لفترة ماشي؟ ابتدى يطلع يبقى ده دليل قوي جدا من السترليني دولار ضلع دلوقتي بقى احنا كده فعلا استخدمنا لقابل السعور بشكل عامل النهار ده كان حاجة هيتدعم السترليني دولار بيدعم السعور صحيح؟ طيب نكمل زي ما احنا قلنا الدولار ين هنا في برضو عندي الدولار كنازي تمام؟ فهنا في الوقت jedes كل قاع يمتع قاع ادنى من القاع اللي قبله انا عندي هنا في ضعف في ع ني اعلى للتجاه هابط او التجاه هابط 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 هابط. لكن شايفين في الفترة الاخيرة لقينا ان قوة البيعيين قوتهم بتضعف. ليه? كل شوية بيعملوا قوة على الارق السقوي اقلة من القاع اللي قبل. اعلى. اعلى من القاع اللي قبل. يبقى هنا يدل على ايه? ضعف القوة البيعية. يبقى ده دليل على ايه? ببساطة ان السعر يبتزي اركز التجاه. عارفتي بنيل? ان في الوقت ان الارق يعني هنا السعر الميشة هو في اتجاهه عايز جدا وعملية طراجة. بس الارق السقوي بيقول لي ان في ضعف في القوة البيعية. وفعلا اولا ما كسر لو بصين اولا ما كسر مستوى الخمسين بصوا السعر طلع ازاي. فدي كانت قبل ما يكسر المستوى الخمسين. لقد كان اشارة مبكرة جدا على ان السعر هيعكس اتجاهه. عرفت منين من الديفرشنز? يبقى انا لو جمعت استخدامات الارق السعر. كزا استخدام. لو فتحت عيني بقى مش هبص على ان الارق السعر تشبع شرائي وباعي بس. لا ده يعني ليه استخدامات كتير. ان انا اقدر استخدامه ان هو في الوقت تشبع شرائي وباعي قدر استخدمه كاتجاه. وفي نفس الوقت ابتدأت من يعني كاتجاه بيادعم الاتجاه. ماشي اه اتجاه الحالي. وفي نفس الوقت بنستخدمه كدعم ومكاومات من المستوى خمسي. في نفس الوقت فيه ديفرشنز وده حاجة مبكرة جدا على انعكاس السعر. يبقى انا لو استخدمت كل ده يبقى الارق السعر ادي لها كزا استخدام. بتقولك انت ممكن ما تحتاجش اصلا مؤشرات تانية. انت ممكن تستخدمي انا بس علشان تطلع كل اللي انت عاوزه. كل اللي انت عاوزه هتلاقيه من الارق السعر. المحاضة ان شاء الله هتنزل على الموقع في عرب وقت. يعني انا مقدر الشعور بالزبط امتى? بس هي ان شاء الله في عرب وقت هتلاقيها موجودة ان شاء الله. اخر مثال عندنا لو بصينا على الدولار فرنك ها زي ما احنا شايفين زي الامثال اللي قبل كده. في الوقت اللي البيعين لسه يعني لسه اللي انت جاهل عندي اتجاه هبط او هو من اول هنا لحد هنا اتجاه هابط. وفي الحركة الاخيرة زي هبطة هاي لو بصينا السعر عماليا ترجع 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 بس في الوقت اللي السعر عماليا فيها ترجع ويعمل اقل من المستويات اللي قبلها البيعين قوتهم بضعف. وده اللي خلى السابق هنا الأول يعمل تشبه بيعي وينرم القاعة قوي جداً تحت المستوى 30 في RSOI بس ما كنته ده يضعف يضعف لحده ما وصر انه هو عمل قاية ده وبكلمس 30 ابتد منه وده كان بقى أولا ما كسر المستوى 50 اهو لسه كسو ده واضح جداً انه هو كده هيبتزي فيه اتجاه جزيلي تمام؟ فيه حد بقى عنده أسئلة او استفسارات قبل ما ننهي النهائده حد عايزني عايد له حاجة تانية عايد له حتة تانية فيه حد عنده اي استفسار شكراً يا سيزا ريج والله انا المبسوطة انا قدرت افردت كل نعارضة وان احنا اضافنا جديد وان احنا ابتدينا نبص على RSOI بمفهوم جديد مش نفس اللي احنا متعودين عليه الله يعافيكو سيزا جورج طيب فيه اي استفسارات طيب اتفضل يا أستاذ حيزم وفاهم المؤشرات الجيدة جداً انا انا بحب استنظامه دايماً شكراً فيه حد بس هيسألنا سؤال الRSOI لو وصل للمستوى سبعين يبقى كوة شرائية وصلت باختصار الRSOI او لما يوصل للمستوى سبعين ويعمل قمة اعلى المستوى سبعين يبقى دا كده القوة الشرائية وصلت لزويتها يعني فيه هنا زوية شبع وان السابع هيبتزي يعني اعكس فلو عندي حلين يأمة ابتزي ابيع لان ان دي خلاص زوية الشبع يأمة عندي لو الاتجاه صعد فبلاش ابيع بس خليني واخد بيلي او لو شاري اخرج من الصفقة لان فيه فترة تصحية استعبها يمر منها عند المستوى خمسين لو بصينا اعلى واسفل المستوى خمسين بيبقى فيه تساوي ما بين المشترين وابعين هم كده بيوصلوا لحالة التوازن زي ما حضرتك بتقول هو بيحصل تساوي عشان كده لو خدنا بالنا في الاوقات يعني مثلا انا فيه فين اللي كان فيه اه 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 بس بشكل عملي اه اه اما كان اعلى خمسين عمالية تزبزب ما بين الخمسين فوق وتحت ففيه كان فيه اه اه تساوي ما بين المشترين وابعين وده اللي خلى ينعكس على تزبزب حوك التساوي لو بصينا من هنا لحد هنا بصلا سعر التزبزب كان متزبزب كانش فيه حد اقرب من التاني هو سعر ماشي في حركة عرضية مالهاش اه قيمة موقعان واضحة مفيش اتجاه واضح فده اللي عكس هو على مستوى خمسيني بقى فعلا السعر لو اعلى السبعين عمى قيمة على السبعين بزيوصل لصورة زهورة الشراء لبقى زيو بتدعم الهبوط اه ادنى المستوى تلاتين زيو بتدعم الصعود اه لو عمى زهورة بيع يعني مناطق تشبع بيعي لكن الخمسين ده اه تساوي ما بين الكوار الشرعية والباعية لو فرض السعر متزبزب ما بين الخمسيني بقى زي فترة يفضل ان انا ما تخذش بيها ولا شراء ولا بيع اصدرنا استعر يعمل الاتجاه واضح اه ممكن استخدم المستوى الخمسين بقى كارتدات زي ما احنا قلنا او لما السعر يطلع فوق كل مستوى الخمسين يرتد منه دفعوصة كويسة للشبا ينزل تحت المستوى الخمسين ممكن استخدمه كاكاو ومبيع منه تمام طيب تحديث يحد عنده عسائلة تانية قبل ان انهي هي الاعدادات بتاعته اصلا هو لما بنجي نفتحه بشكل تلقائي على الميتا تريدر. هنلاقي ان الادادات بتاعته هنا بنبقى 14. آآ دي نبقى احنا ما بنغيرش. يعني ما بنغيرش حاجة. هنلاقي هنا الفترة 14. هنا الاغلاق آآ اللي هما 30 وال70. احنا بس هنزود في الادادات حاجة واحدة احنا هنضيف المستوى 50. المستوى 50 ده مش هتلاقيه عندك على الميتا تريدر. انت بس هتضيفه بتعمل اد واضيفه. تمام. استاذة اريج ممكن تكلميني طبعا بالشكل خاص عايزي ما فيش مشكلة. اللي عايزين Icelandic دايما على تويتر ااماني رشيد هتلاقولي موجودة لو في اي استفسار اي 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 هي عايزين انني واضحها مع عاوض تمين عايزين نتمولوا معاوض انا معديش مشكلة. متيحة في اي وقت. تمام كده? تمام. في حد عنده اسئلة تانية? تمام. كده احنا وصلنا لنهاية محاضراتنا النهاردة. اتقلل للماته. طبيعت حسابه. وبعد كده طبعنا بشكل عملي على استخدامات المؤشرة اللي ممكن نستخدمها. استخدامات جديدة واستخدامات ممكن الناس كتير ما كانتش طرفة بس هي الاستخدامات دي ممكن ساعدنا كثير جدا في عمليات التداول. في النهاية بشكركم على حسن استماعك وأتمنى اشوفكم في محاضرات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة